دعونا نذهب إلى مستشفيات مهمة جداً بالنسبة لنا لأنها الذراع الأيمن لمستشفيات للصحة دكتور محمود عالم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة مساء الخير يا دكتور أهلاً ميك يا فانتب أهلاً أولاً طبعاً البقاء لله في وفاة دكتور هشام الساكت وكيل طب القصر العيني كان دكتور عظيم الحقيقة معروف يعني كان دكتور الناس كلها كانت بتحبوا حتى مرضى كانوا كتير جداً بيحبوه حياتك البقية يا فانتب يعني أولاً طمننا بقى على صحة عميد طب أسنان المصاب يعني طبعاً هو يعني حالياً في فترة العجل في المستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد ما تم أخذ مسحة منه ومن المخالصين له ويعني الإجراءات الطبيعية بتتم معاه بالنسبة للمبنى اللي كان متواجد فيه يعني تم الإغلاق وتم عمل تعقيم كامل له ويعني المبنى ده الحقيقة ما فيش أي خدمات علاجية متقدمة انت عرف حياتك كلية طب الأسنان دي مش مجرد كلية بتعلم لا ده فيها عيادات وفيها يعني معامل إنتاج الأسنان وفيها عالم كامل لكن هذا البدنى كله مكاتب إدارية تم إغلاقه ولمدة سبعين وجاري عملية التحقيم يومياً له هذا بالنسبة لي موضوع يعني كلية طب الأسنان وما حدث فيه طيب العسر العيني الفرنساوي أنتوا أعلنتوا أنه هو تحول إلى مستشفى عزل هل دلوقتي هو مستشفى عزل فقط لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة ولا ممكن يستقبل حالات من الخارج لا يعني أنت عارف حضرتك إحنا جامعة القاهرة نظرة لأنه فيها عدة كليات في القطاع الطبي وعضاء التدريس يتجاوزوا 13 ألف عضوة التدريس الجامعة قررت أنها تخصص مستشفى للعزل من بين مستشفياتها يخصص عضاء التدريس يخصص عضاء التدريس يعملين بالجامعة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وبالتالي هو مخصص فقط لأعضاء التدريس والعاملين فقط هل فيه هيئات تانية يعني بصراحة إحنا كنا دايما بننادي أن بعض المستشفيات يتكون مستشفيات بمقابل عشان القادر ما ياخدش مكان غير القادر هي دي حقيقة الإشكالية اللي كانت مصارة من يومين انت عادتك الأصر من حياتك عصرتي فترة إنشاؤه يعني الفترة تم إنشاؤه بالتعاون مع الخبرة السلسية كوحدة ذات طبع خاص بمعنى أنه يعني بأجر وصار على هذا منذ إنشاؤه منذ أكثر من عشرين عام لكن الجامعة قررت نظرا لأن جزء مسؤوليتها إنها علاج أعضايا التدريس اللذين لقدر الله أصيبه أو العاملين قررت إنها تتحمل تكريفة العلاج من ميزانية الجامعة وفعلا تم تحويل أربعة وعشرين مليون جنيه الشهر الفائت اللي هو الشهر إبريل لهذا الغرض بعض الجهات الأجنبية طلبت يعني جناح لكي تعالج يعني زويها فيه وتم دراسة الأمر وقدمت له محروض أسعار لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن لكن الجهات الأخرى أنت عارفها حياتك إن وزارة الصحة فيه أربعة وثلاثين مستشفى للعزل مخصصاهم أيوة صحيح يا دكتور صحيح لكن بصراحة يعني ليه حد قادر يروح ياخد مكان ببلاش مكان غير قادر القادر يدفع ده اللي أنا أقصد عليه إنه القادر اللي عايز يعني خدمة سوبر يعني القادر يدفع لكن غير القادر ده ده اللي ممكن الدولة تاخده في أربعة وثلاثين مستشفى من مستشفيات الصدر والعزل والحميات لكن أنا اللي أنا بقوله إنه لابد من تحديق تكون هناك مستشفيات وكشوف أيضا بمقابل يعادك معاك حق وأنا أقل هذه الفكرة إلى إدارة جامعة القيامة يا ريت لأنه الحقيقة إنه أكيد فيه ناس كتيرة مش عايزة تاخد مكان غير القادر وليه الناس تقدر تدفع تاخد سرير من حد مش قادر يدفع أو الدولة تعالجها ببلاش وفعل حضراتك اليام اللي فاته فيه كذا حد اتكلم في هذا الموضوع ويعني أنا هم أقل الفكرة التي قلت بحياتك إلى جامعة القاهرة ربما يكون هناك يعني شيء من هذا القبيل متاح لهم لكن إحنا شايفين إن إحنا عندنا واجب ومشؤولية تجاه العاملين في الجامعة ومنحققه ومنتحمل التكلفة بتاعته زي ما الجامعة تتحمل تكلفة العلاج العادي لكل العاملين فيها في مستشفياتها بشكرك دكتور محمود عالم الدين متعدد باسم جامعة القاهرة اللي أكد إنه القاصر العيني الفرنساوي فقط للعاملين في جامعة القاهرة أو العاملين في كل جامعة القاهرة وهو بتكلفة تدفعها الجامعة وليس بتكلفة يدفعها المريض وإنه هو في بعض الهيئات طلبت إنها يكون لها أجنحة قم قدم لهم التكلفة بس أتمنى إن الدولة وإن مستشفيات الجامعية بتدرس قضية إن أن تكون هناك مستشفيات بمقابل ومرة أخرى دي علشان القادر ما ياخدش مكان غير القادر الدولة تعالج فقط غير القادر لكن ملا يش دعوة بالناس اللي تقدر تدفع الناس اللي تقدر تدفع تقدر إنها تدفع في مستشفيات تاخد الخدمة اللي هي عايزاها ولكن الدولة إمكانتها لغير القادر وليس لكل الناس